يبدو أن جبهة لبنان بدأت تشكل ضغطا حقيقيا على الجانب الإسرائيلي ما جعل المسؤولين يخرجون عن صمته ملوحين باقترابه من نقطة الحسم حسم بات التلبيب تنشده لتحقيق مسارين على ما يبدو الأول تقليدي يقود نحو تهديئة التوترات عند حدودها الشمالية والثاني وهو الخيار الأكثر واقعي يتمثل بخلق حرب مفتوحة هناك تحقق لإسرائيل مكاسب الرد على إيران دون الدخول في مواجهة مباشرة معها فأي الخيارين أقرب إلى الحقيقة في تفاصيل الخبر أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس أن تلبيب تقترب من حسم المعارك الدائرة في جبهة لبنان وقال جانس في كلمة مما الكنيسة الإسرائيلي أن هذه الجبهة تعد ساحة التحدي الأكبر كما اعتبر جانس أن ساحة لبنان تستوجب التعامل العاجلة معها وقر جانس بأن إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد من ضمنها إعادة السكان إلى منازلهم في إشارة إلى سكان البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان نتوسع في الموضوع أكثر وأرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي علي حمادة وأيضا بالكاتب والباحث السياسي علي سبيتي أهلا بكم دعني أبدأ معك بسيد علي سبيتي أخذ منك تعليق وأيضا قراءة في هذه التصريحات من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانس عندما يقول بأن الجبهة الشمالية تقترب من لحظة الحسم فيما يتعلق بالمسال العسكري أو بتعبير آخر تلبيب تقترب من حسم المعارك الدائرة في جبهة لبنان نحن أمام موقف إسرائيلي ليس بجديد هو موقف قديم تهديد الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان هو ليس بجديد كل القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية تناوبت على تهديد لبنان لذلك هذا التهديد ليس بجديد الظروف السياسية لم تتغير كي نعطي هذا التهديد أبعاد عملية على الأرض باعتبار أن الظروف السياسية سواء كانت ما هو متصل أولا بطبيعة المواقف الأمريكية لأن هذا الموضوع مرتبط بدقة بالموقف الأمريكي لأنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يفتح معركة بهذا الحجم على الجبهة الشمالية دون أن يكون هناك غطاء أمريكي أو تأييد أمريكي وبالتالي موقف أمريكي أوروبي ينسجم مع التأييد الأمريكي فما زالت هذه المواقف حتى الآن غير مغطية لسياسات اليمين الإسرائيلي العسكرية ولكن اسمح لي سيد علي لا ترى بأن هناك فعليا متغيرات أنت تقول بأن هناك متغيرات فعلية ولكن لا ترى بأن هناك فعلا اليوم متغيرات وتحديدا ما شاهدنا في الفترة الأخيرة من هذه الضربات المتبادلة الإيرانية الإسرائيلية وبالتالي ربما اليوم فعلا المخططات الإسرائيلية قد تتغير المعادلة تتغير أخذ بالاعتبار كل هذا الدعم العسكري المقدم اليوم لإسرائيل وما إلى ذلك وبالتالي الحسابات إسرائيلية اليوم تتغير ما يخص حتى هذه الجبهة جبهة لبنان نحن أمام على مستوى الخدمات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لإسرائيل هي قبل الحرب وبعد الحرب وإن كانت بوتائر أكثر ارتفاعا وبالتالي تنسجم مع طبيعة المعركة التي تخوضها إسرائيل فهذا ليس عنصرا جديدا في الموضوع إضافة لأن حتى حساب الدربة الإيرانية والرد الإيراني وما تبعهم الرد الإسرائيلي أكد بشكل واضح أن لا إمكانية لدى الطرفين بالدخول بمعركة أوسع من حدود الدربات التي أظهرها الجانبان فإذا نحن أمام موقف واضح من قبل إيران أنها لا تريد التوسعة وبالتالي هذا ما ينسجم كما ذكرنا أكثر من مرة مع طبيعة الموقف الأمريكي الذي يذهب بعيدا باتجاه عدم إخضاع المنطقة لأي عمل عسكري يورد مصالح الأوليات المتحدة الأمريكية وحلفاء أمريكا في منطقة الشرق الأوسط لأي اهتزاز أمني وبالتالي إلى ضرر ما فإذا نحن أمام حتى الدربات التي حصلت هي تحصل وفق هذه الرؤية عدم التوسعة لذلك الأهداف التي أصيبت طبيعة السلاح المستخدم العملية برمتها تقول بشكل واضح أن ما حصل هو ليس باتجاه التوسعة بقدر ما هو ضمن الفعل ورد الفعل مع أن هناك سيناريو آخر أيضا يطرح سيد علي سبيدي سأعود إليك لنتوسع في الحديث أكثر ولكن دعني أذهب الآن وأرحب أيضا في هذا الحوار بضيفنا سيد علي حمد سيد علي أهلا بك معنا يعني هناك من يقول بأنه ربما قواعد الاشتباك لتغيرت بعض الشيء ما بين إسرائيل وحزب الله نتحدث هنا عن السهداف أقوى أعمق ربما خسائر أكبر ولكنها ما زالت يعني محدودة إلى حد ما إنجاز التعبير وهناك حدود لا يتجاوزها الجانب الإسرائيل وربما حتى حزب الله ما رأيك؟ حتى الآن لم ترقى الردود الإسرائيلية أو الهجمات الإسرائيلية على حزب الله إلى الحرب إلى ما يمكن أن يوصف بحرب لكنها ردود أكبر هي أعمق هي أكثر عنفا هي أكثر ضررا والحاق الدرر بحزب الله واضح من خلال إسقاط أكثر من 280 من المقاتلين والقيادات من حزب الله ومن فصائل أخرى متحالفة معه على الأراضي اللبنانية إضافة إلى أن الضربات أصبحت أعمق وبدأت تصل إلى العمق اللبناني في الشمال الشرقي اللبناني منطقة البقاع وهي معقل حزب الله منذ أكثر من 40 عاما فلنقل الأمر التالي إذا واضح أن هناك استحالة لصدام مباشر إيراني إسرائيلي وانتهت وتؤيت صفحة الصدام المباشر الإسرائيلي الإيراني لكن الصدام الإسرائيلي مع أذرع إيران في المنطقة الفصائل الإيرانية وهي فصائل في لبنان هناك حزب الله في سوريا هناك العديد من الفصائل بينها حزب الله فاطميون زينبيون إلى ما هناك من فصائل إضافة إلى العراق أيضا دخل في المعترك قبل 48 ساعة مع ضرب مقر الحجد الشعبي في محافظة بابل ولذلك نستطيع أن نقول بأن المرحلة المقبلة قد تكون هي مرحلة المواجهة الإسرائيلية مع الأذرع الإيرانية في المنطقة وهنا لا تستطيع إيران مباشرة أن تدخل على الخط لأن إيران تعرف تماما وهناك نوع من التعادل السلبي بين الإيرانيين والإسرائيليين يستطيع الإيرانيون الوصول ربما بلوغ الأراضي الإسرائيلية والإذاء ربما في إسرائيل لكن يعرفون تماما ومن خلال الضربة ضرب الرد غير الاستعراضي على منطقة أصفهان والقاعدة الجوية وقاعدة الدفاع الجوي بأن إسرائيل قادرة أن تصل إلى قلب طهراء إيران ولكن ما الذي يجب أن يحدث لربما تخرج الأمور عن السيطرة وليذهب ربما هنا حزب الله في حرب مفتوحة مع إسرائيل سيد علي لأنه حتى اللحظة كما قلنا بأنه هناك استهداف أقوى هناك أعمق خسائر أكبر ما الذي يجب أن يحدث لتكون هناك ربما حرب مفتوحة رغم بأنه عالي سبيتي ضيفنا يقول بأنه هناك قرار عدم خوط حرب مفتوحة صحيح أن هناك جهد أوروبي وغربي وحتى أمريكي حثيث من أجل منع تفاقم الأمور على الجبهة اللبنانية لكن الحقيقة بأنه الضغوط لمحاولة خفض التوتر على الجبهة اللبنانية قد فشلت أمام رفض حزب الله وقف التدخل وربط النزاع مع حرب غزة بمعنى آخر بأن حزب الله لن يوقف القتال قبل أن يتوقف القتال في غزة والقتال في غزة لن يتوقف واضح بأنه مستمر إلا أن تطوى صفحة حماس داخل غزة أكثر من ذلك هناك معارضة داخلية لبنانية كبيرة لحزب الله طبعا حزب الله لا يلتفت إليها ويكمل في طريقه لكن هذه حرب أصبح واضحا أنها حرب لزومة لا يلزم وهي حرب عبثية لأنه لم تؤثر لا سلبا ولا إيجابا وربما أثرت سلبا ربما أكثر على قطاع غزة مما أثرت إيجابيا وإذا كان هناك من أضرار من الجهة الإسرائيلية وهذه حقيقة وإذا كان هناك نزوح إسرائيلي وهذه حقيقة هناك أضرار في لبنان وهناك نزوح لبناني حقيقي وموازن للنزوح الإسرائيلي وبالتالي الأمور ليست كما يراد تصويرها بأنه ليس هناك من ضرر على الجانب اللبناني وهناك أضرار غير جانبية وغير مباشرة على الاقتصاد اللبناني برمته وعلى الوضع اللبناني الداخلي وعلى الوئام اللبناني الداخلي وعلى الوحدة الوطنية اللبنانية لأن هناك بيئات لبنانية بخلاف البيئة الحاضرة لحزب الله التي ترفض رفضا تاما وحاسما ما يقوم به حزب الله متجاوزا الإطار الدستوري وإطار العيش المشترك وإطار التفاهمات الوطنية المشترك للعيش المشترك إما تهدئة أو ربما تصعيد وتوتر وهناك حتى من يرسم سيناريو هذا التوتر بأنه سيتمثل بخلق حرب مفتوحة لتحقق إسرائيل مكاسب كرد على إيران دون الدخول في مواجهة مباشرة سيد علي حزب الله يسقط هذه المسيرة الإسرائيلية وهي ليست الأولى ربما هي المسيرة الخامسة حتى اللحظة وبالتالي هنا نتساءل إن كان هناك فعلا من يرسم سيناريو حرب مفتوحة بواجهة ما بين حزب الله ولربما من خلف إيران من جهة وأيضا إسرائيل من جهة أخرى للماذا اليوم حزب الله مستعد لهذه الجبائن فتحت؟ أولا أنا أريد بس التوضيح لما قاله الزميل علي حميدي وهذا يبدو أن هناك نوع من المقابسة ما بين ما تريده إسرائيل خلال تصريحاتها بأنها تريد إجراء أكثر من فتنة في لبنان على ضوء تهديد دائم للبنان وبالتالي هو طبعا له شقين الحديث التصريحات الإسرائيلية الشق يرضي الشارع الإسرائيلي ويعطيه بعضا من المعنويات وأبر فيتامين ومن أجل أن يشحن طاقته أن هناك إسرائيل دائما تهدد حزب الله وتهدد لبنان واللبنانيين وأن الجبهة الشمالية يقابق السينية وأدنى من الحرب وسنفعل بلبنان وبجنوب لبنان كما فعلنا في غزة وهذه التصريحات الإسرائيلية كذلك الأمر من مظيفتها هي إثارة المعارات في لبنان وإيجاد أن تخرج أكثر من مشكلة لبنانية إلى العنى وبالتالي أن تأخذ المواقف في لبنان استفافات مختلفة خلف ليس خلف المقاومة بقدر ما هي تطعم بموضوع المقاومة وبشرعية الردود التي قامت بها المقاومة ومقاله الزمين علي إحمادي يخدش بشكل أو بآخر الموقف اللبناني الرسمي وبالتالي التفاهمات اللبنانية القائمة أولا من خلال وصف حزب الله بأنه جالية إيرانية أنا أعتقد أن هناك ألطف من هذا التوصيف يفترض أن يكون من قبل لبناني معني بما يجري على الحدود يعني توصيف حزب الله بأنه جالية إيرانية هذا أمر ليس بجميع جميع سيد علي اسمح لي ولكن أنا سألتك إن كان حزب الله سيكون مستعد وهو مستعد اليوم لربما إن كانت هناك فعلا توجه للسيناريو حرب مفتوحة وهو اليوم مستعد للردع والمواجهة حتى لأنه جانب الإسرائيلي أيضا تابعنا سيد علي سبيتي كيف على مدى ربما الشهور الماضية كانت هناك تقارير في وسائل الإعلام عن الاستعداد الإسرائيلي لهذه الجبهة وين فتحت الحرب ما إلى ذلك بمعنى أن إسرائيل تستعد بشكل جديد لهذه الجبهة لهذه الحرب الحرب إذا ما فتحت بطبيعة الحال المقاومة جاهزة وإلا ما معنى لوجود المقاومة إذا لم تكن المقاومة في هذه الجوزية وبهذه التحضيرات وعندها إمكانيات لمواجهة العدو الإسرائيلي فهي لم يبرر لوجودها طالما أن هناك مقاومة وأن هناك عدو وبالتالي هناك من يعمل على تنمية هذه المقاومة وطاقات هذه المقاومة وإمكانيات هذه المقاومة هذا يعني أن المقاومة جاهزة وهي قادرة على الردع وبالتالي قادرة على المواجهة في ظل هذه الظروف القائمة وضمن الإمكانيات التي يملكها العدو الإسرائيلي فإذن المقاومة من الطبيعي جدا أن تكون جاهزة ونحن نرى الآن أن الاستهدافات الجديدة لمواقع إسرائيلية سواء من خلال كما ذكرنا المسيارات أو من خلال مواقع عسكرية أمنية استهدفت بشكل مباشر أكدت بشكل وبآخر أن هناك نوع من الإمكانيات والقدرات التي تملكها المقاومة توفر لها أن تكون على قدر من المواجهة وبالتالي تستطيع أن تردع العدو الإسرائيلي وبالتالي نحن أمام تجربة واسعة في هذا المجال أثبتت من خلاله ميادين المقاومة أن هناك إمكانية قبرى لمواجهة هذا العدو الإسرائيلي منذ الاحتلال إلى ما تلى الاحتلال من كثير من الاعتداءات تمكنت المقاومة أن تكون بوجع قادرة على ردع هذا العدوان وأن تكون جاهزة وإلا لا معنى لهذه المقاومة إلا أن تكون بإمكانياتها أن تواجه الآن العدو الإسرائيلي وهي أعلنت عن استعدادها إذا ما دخل العدو الإسرائيلي في معركة مفتوحة مع لبنان أعلنت المقاومة بشكل واضح أنها جاهزة ولا كادة والضيئة القدرات والإمكانيات وبالتالي هي ليست وحيدة في هذا المجال لأنها تتمتع بمجموعة تحالفات كبرى في هذا المجال لن تكون المقاومة وحدها في الميدان سوف يكون هناك محور معني بما يحصل على الساحة الجنوبية دعني أدب الآن إلى سيد علي حمد سيد علي حمد ما رأيك في ما يقوله سيد علي السبيتي وهل فعل أن اليوم الأمور تتجهل أن يكون لبنان ساحة مواجهة وتصفية حسابات ما بين الجانب الإيراني كرد على الضربة الإسرائيلية وأيضا الجانب الإسرائيلي كرد على الضربة الإيرانية ولكن بمعطياته ربما حتى قواعد جديدة في نهاية المطاف وعمليا وإن كان الأمر محدودا للغاية حتى الآن يعني محدودا نوعا ما حتى الآن هو صاحة تصفية حسابات إيرانية إسرائيلية بشكل غير مباشر وإذا ما نظرنا ألقينا نظرة على التسلسل الزمني للمواقف والقرارات باعتراف الأمين العام لحزب الله بأن حزب الله هو الذي بادر في الثامن من أكتوبر الماضي إلى الدخول والتورط وتوريط لبنان معه في حرب سمية حرب المشاغلة أو حرب المساندة التي يعتبر الكثيرون في لبنان بيئات كثيرة معظم البيئات فلنكن صريحين معظم البيئات اللبنانية تعتبر بأن هذه الحرب لا علاقة للبنان بها وبأن لبنان قد أقحم رغما عنه بحرب قد تكون مدمرة قد لا تكون مدمرة قد يفلت منها لكن الحقيقة بأن هذا ليس قرارا وطنيا هذا قرار باعتراف حزب الله تخزها بانفراد بتفرد وحتى المسؤولين الرسميين وأنا أزن كلامي كثيرا بهذا الكلام المسؤولين الرسميين الذين يبدون تفاهما لمواقف حزب الله ويحاورون المندبين الأجانب بهذا الموضوع يقولون نحن نحاول كل ما نستطيع لإقناع حزب الله بأن يوقف القتال لأن هذا القتال مضر للبنان لكن حزب الله لا يستجيبه لنا حتى لأنه قرار برأيك تخذ من حزب الله وهو قرار إيراني لأنه قراره نابع مشابه بالتشاور مع إيران حتى لا نقول قرار إيراني هو قرار خاص به هو قرار تخذه بشكل منفرد من دون مشاورة أحد وحتى أنه ذهب أبعد من ذلك إذا كنا نريد أن نقول أن هناك وحدة وطنية أو تفاهمات وطنية أين التفاهم الوطني بإقحام حركة حماس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل أين هو التفاهم لإدخال الجهاد الإسلامي هذا ليس جزء من تفاهمات وطنية ولا علاقة له بشرعية مقاومة أو لا شرعية مقاومة وهناك الكثير من اللبنانيين من البيئات اللبنانية وأنا أتحدث البيئات الطائفية اللبنانية والمناطقية اللبنانية التي تعتبر أنه لا توجد مقاومة شرعية في لبنان وأن السلاح غير شرعي بالرغم من أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة وأنا أقر بذلك قد قامت بإعطاء نوع من الغطاء لهذا السلاح عندما عبر ما سمي بثلاثية المقاومة والجيش والشعب والمقاومة وهذا أمر هناك خلاف حقيقي بالبلد وهناك انقسام وهناك توجه لتقسيم في البلد ولفيدراليات في البلد ولانفصال بين المكونات اللبنانية بسبب هذا السلوك وبسبب هذا السلاح أنت تتحدث ربما عن الثامن من أكتوبر أو بآخر في إطار اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية ماذا عن اليوم ماذا عن اليوم اليوم سيد علي حمد إن كان هناك قرار هل سيخرج حزب الله يقول بأنه قرار فردي وهل هذا القرار بشكل وبآخر معناته بأنه سيجنب جر لبنان إن كانت هناك أي حرب مفتوحة وأيضا قرار الرد إن كان هناك تصاعد من الجانب الإسرائيلي أكبر نحن الخشية لدى الكثيرين في لبنان هي أن تنجر الأمور وتنزل إلى حرب أوسع وأكثر تدميرا وأكثر خطورة من الحرب الجارية حتى الآن وهذه الحرب سوف تورد كل لبنان ولبنان متورد عمليا بشكل أو بآخر لأنه عمليا هناك خلاف حقيقي وجدي وعميق جدا جدا أكثر مما يتصوره البعض وليس هناك دعم لسلوك حزب الله بهذه الحرب هذه الحرب مع كل الاحترام ومع كل التقدير ومع كل الدعم ومع كل التعاطف مع أهلنا في فلسطين وفي غزة هذه الحرب لبنان غير قادر أن يخوضها ولا يجوز أن يقحم لبنان بها في حين أن العالم العربي كله يعني يحاول بكل ما يستطيعه من مصر إلى الأردن إلى دول الخليج العربي لإحتواء هذه الحرب ولمحاولة تجنيب الفلسطيني مزيد من الدماء حرب الجنوب اللبناني لم تجنب غزة السقوط سيد علي حمد سيد علي حمد يقول بأن هناك ربما قرار بعدم خوض هذه الحرب سيد علي سبيتي في دقيقة لو ترود هل فعلا هناك قرار وهل هذا القرار هو قرار حزب الله اليوم للأسف الأستاذ علي حمد يخذنا على مطرح والأسئلة بمطرح بتقديري أنا المطلوب أن نخرج كنا عن عن نوضوع الحلقة وبالتالي عن السؤال هل هناك معركة مفتوحة وعدم معركة مفتوحة على الجبل اللبنانية على ضوء التصريحات الإسرائيلية وعدم الدخول في المناكفات التي لا تؤدي إلى شيء أبدا لأن كل هذه المناكفات الداخلية اللبنانية لم تؤدي بنا إلا إلى نقسام وإلى مزيد من الشارخ وبالتالي المعنيون في السلطة في لبنان هم متفقون يعني هناك من يختلف تحت سقف السلطة والسلطة التي تمثل معنا بقينا في إطار البلاف كل ما تحدثت عنه وفي إطار هذا الملاف أعطبنا المقاطعة لسيد علي سبيتي ولكن انتهى وقت هذه المقابلة وسط الفكرة شكرا لك سيد علي سبيتي الكاتب الباحث السياسي والشكر موصول أيضا لضيفنا الكاتب الباحث السياسي علي حمادة كنتم معي من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر